لو رأك لأحبك صحب. هتعرف الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ازاي؟ هتعرفه ازاي هذا الكم من الناس؟ ايه الصفات التي تميزه عليه الصلاة والسلام؟ والحقيقة احنا اعتقد ان احنا وصلنا الى اجابات شافية في الحلقة الماضية. هذه الحلقة بنستكمل ايضا بسؤال جديد. يوم في حياة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وكيف نربط بين حياته وحياتنا؟ شوفوا النابي كان بيعيش ازاي؟ وحياته كان تماشي ازاي؟ وحياتنا احنا مشى ازاي وعمل ازاي واسمحوا لي ان ارحب بضرفنا الدائم مولانا الشيخ الحيو علي الجفري اهلا بك مولانا حياك الله وبركة فيك وحفظك ودايما منوالنا وشرفنا حفظك الله يعني ليه سؤال عايزة اعرف كيف نستفيد او لماذا نقوم باختيار او بالتعليق على فكرة يوم في حياة الرسول وماذا يعني يفيد المشاهد من ان احنا نعرج على يوم في حياة الرسول ثم نقارن بين حياة الرسول وحياتنا وبصراحة ما فيش وقل مقارنة من الطرفين يعني الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد كما ذكرت كان الحديث كيف لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي لزيارتك خلال ايام ما هو الاستعداد ما هو التغيير الذي ترجوه ثم كان السؤال الثاني ما الذي ستميز به رسول الله عن غيرك كيف ستعرفه اذا لقيته السؤال المنطقي الثالث ان تعرف كيف يقضي وقته اذا جاء الى بيتك وقضى معك يوما او يومين او ثلاثة كيف ستكون اوقاته صلى الله عليه وسلم وكيف ستكيف انت وقتك مع وقته اما فائدة ذلك وصلته بتغيير حياتنا فجلية واضحة اذا عرفنا مرتكزات اوقات الرسول لا شك ليس للجميع لا يتسنى للجميع ان يضبطوا حياتهم تماما مع تفاصيل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطلب ذلك من الجميع لكن هناك مرتكزات لترتيب الوقت لترتيب الاولويات في الحياة لترتيب ما يقدم على الشيء ما يؤخر لترتيب الاهتمامات لترتيب ما احب وما لا احب هذه المرتكزات اذا اخذناها من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقناها في حياتنا مع اختلاف بعض التفاصيل بما يتناسب مع اختلاف المكان والزمان والحال فانها ستحدث تغييرا الى الافضل بلا شك خليه ابدأ معك من الاول يعني بالتأكد الرسول كان بيروح يزور اصحابه عليه الصلاة والسلام وكانوا بيزوروه نعم احكي لي كذا الرسول كان باستقبل يعني كيف كان الصحابة يستقبل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي كان صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام يزور أصحابه بمختلف درجات قربهم منه بمختلف درجاتهم في المجتمع الضعفاء كان يكثر من زيارتهم المساكين كان يكثر من زيارتهم كانت له زيارات بالنهار على مستوى العام وهناك زيارات بالخصوص في الليل أما زيارات في النهار فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يزور بيوتا من الأمصار إما بمبادرة منه صلى الله عليه وسلم وإما بدعوة منه له صلى الله عليه وسلم دعوة منه يدعونه إليهم ليأتي إليهم وكان في الليل لا يميل إلى أن يقضي الوقت خارج بيته إلا أن هناك ليالي كان يخرج فيها إلى بيت سيدنا أبي بكر الصديق فيسهر معه يتداولان في شؤون الأمة في شؤون الدعوة ذكر ذلك سيدنا عمر بن الخطاب وأنه شارك في ذلك في بعض الليالي أما في النهار وهو الأغلب كان في زياراته صلى الله عليه وسلم فهناك أمثلة على سبيل المثال خرج النبي إلى السوق صلى الله عليه وآله وسلم وبينما كان يمشي في السوق وجد جارية أو مملوكة تبكي فسألها عن بكائها ما الذي أحزنها فأخبرته أن سيداتها قد أرسلنها إلى السوق لتشتري لهن بعض الحاجيات وأنها أواعة الدراهم فأعطاها صلى الله عليه وآله وسلم هذه الدراهم ثم مشى إلى حاجته في السوق وعند رجوعه ليخرج وجدها تبكي قال ما يبكيك قالت اشتريت الحاجيات لكني تأخرت عنهن بسبب المدة التي ضاعت في البحث عن الدراهم وأخشى أن يصرخ علي أو أن يعاقبني فقال لها أيرضيك أن أسير معك إليهن لأرضيهن ففوجهت الجارية الخادمة أن النبي سيذهب ليجنبها الإشكال وكان بيتهن في حي منتزح عن المدينة من أحياء الأنصار فمشى معها صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى ذلكم البيت فوقف على باب البيت ومن آدابه كان إذا ذهب لزيارة أحد أن يقف منحرفا متحرفا عن الباب إما إلى الجهة اليمنى أو إلى اليسرى لا يواجه الباب حتى إذا فتح الباب عن عورتين أو عن امرأة لا يكون فيه النظر إلى من في البيت وهذا أدب نتنبه إليه في الزيارة الكثير من الناس يأتي وينظر يبحث عن شيء أو يحاول أن يتلصص من الاستعجال أو الفضول كان من أدبه صلى الله عليه وسلم إذا زار يتحرف عن الباب يميل عن وجه الباب إما إلى اليمين أو إلى اليسار فألقى عليهن السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فسكت ولاحظا أن هذا صوت من صوت الرسول تخيل ما كان يخطر على بالهن الرسول جاء إلى البيت فقالت إحداهن وكان الذكية أجب بصوت منخفض لا يسمعه رسول الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فردها النبي ثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقل بصوت منخفض لا يسمعه رسول الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقال الثالثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقلنا بصوت مرتفع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغثرته ورضوانه مرحبا أهلا برسول الله فتبسم وقال ما الذي منعكم أن تجبنني في أول مرة قالت إحداهن يا رسول الله نحن نعلم أن من هديك أنك تستاذن ثلاثا فإن أجبت وإن لنصرفت فأحببنا أن تكرر السلام علينا لنال بركة سلامك يا رسول الله فقال لهن رسول الله جئت إليكنا شفيعا في هذه الجارية التي بعثتنها إلى السوق وكان قد حصل من أمرها كذا وكذا فأعفتها وجئت أشفع فيها حتى لا تعاقبنها قالوا أولي أجل ذلك جئت قال نعم قالوا إكراما لمجيك هي حرة في سبيل الله أو لوجه الله سبحانه وتعالى يذكرون أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يذهب إلى حي بني عبد الأشهل من أحياء الأنصار إذا صلى العصر يذهب إليه كان يذهب إلى أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي أم أنس بن مالك كانت تعيش في بيتها هي وأختها وأبناؤهم سيدنا أنس وإخوانه رضي الله تعالى عنهم كان صلى الله عليه وآله وسلم يدعى لمناسبات عند أصحابه من المسلمين وعند غيرهم لكن في حالة أم سليم مولانا يعني ما كانش فيه محرم موجود في البيت هل يجوز أن يزور للرسول عليه الصلاة والسلام أم سليم ولا يوجد محرم مثلا في المنزل أولا كان أنس موجود أنه محرم لكن أيضا الإشكال ليس في عدم وجود المحرم الإشكال في وجود الخلوة فأم سليم أختها موجودة وابنها أنس موجود المهم أن لا يكون هناك الوضع المريب أو الوضع الذي قد يجلب للرجل أو للمرأة السمعة السيئة أو الذي قد يستدرج فيه الإنسان يكون أتى بشكل حسن وبنية حسنة لكن بسبب تضيع الآداب النبوية قد يستدرج الشيطان الإنسان إلى أمر غير طيب وإن لم يستدرج إلى حصول شيء غير طيب قد يفتح باب الكلام على أناس الشرفاء ونظفاء صحيح طيب يعني الصحابة بيعملوا إيه بقى يعني النهاردة عارفين أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام جاء يزور أحد الصحابة بيستعدوا إزاي بيعملوا إيه في بيوتهم نحن عايزين نعرف هما بيعملوا إيه عشان بإذن الله إن شاء الله نكون نحن كمان مستعدين إن شاء الله في زماننا وهو مفهوم الفرح بالضيف لا شك لا نحتاج إلى توضيح أن جميع من يقال له من أهل الإيمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيزورك سيطير فرحا سيطير فؤاده فرحا لكن نستنبط من ذلك مبدأ أن سنة الفرح بالضيف أدى بالفرح بالضيف هذا كان حاضرا لدى الصحابة رضي الله عنهم لدى أهل البيت عليهم السلام وقد ضيعه الناس بأعصرنا فأولا الفرح بالضيف القادم الأمر الثاني تهيئة البيوت لما يتناسب مع هذا الضيف القادم كان قد ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى بيت بعض الأنصار وكان فيما بين بيته صلى الله عليه وسلم وبيت هذا الأنصار بيت رجل آخر من الأنصار فلما تجاوزه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت من ذهب النبي إلى زيارته تحركت الغيرة المحمودة قال يا رسول الله زرت فلانا وبيتي قبل بيته قال إن في بيتك كلب فقال له وإن في بيته سنورا يعني هرة قال إنها من السباع لكن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب فأوصل رسالة صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرجل أن هناك آداب هنا لا يأتي الكلام عن التحريم